مساء الخير نهار اليوم كانت الأجواء خريفية معتدلة وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان لعشرين درجة مئوية رح نعرف تفاصيل أكتر عن الطقس رح ينضم إلنا الأستاذ جمال الموسى من موقع الطقس العرب مساء الخير أستاذ جمال مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجميع مشاهدينا ومستمعينا بالبداية ما تفاصيل الحالة الجوية خلال الساعات القادمة ومتى يبدأ تأثر المملكة بالمنخفاض الجوي فعلا خفضت اليوم درجات الحرارة وزي ما تفضلت وصلت العظمى حوالي عشرين درجة مئوية بينما كانت بالأمس أعلى وصلت حوالي 24-25 إذن بدأت درجات الحرارة من الانخفاض وأيضا الحالة الجوية بنلاحظ أنه هناك منخفض جوي في شرق البحر المتوسط هذا المنخفض مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبي وبتدخل المملكة على شكل رياح غربي رطبي تؤدي إلى انخفاض واضح ملموس على درجات الحرارة وأيضا إلى تكاثر الغيوم تبدأ الأمطار بإذن الله في المناطق الشمالية هذه أماكن الهطول اللي ممكن تحدث فيها تتقدم الجبهة الباردة تقريبا باتجاه المملكة بنلاحظ أنه بداية الهطول بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر من يوم غد تبدأ في المناطق الشمالية وتمتد تدريجيا لتشمل تقريبا المناطق الوسطى طبعا بما فيها بعض المناطق في الأغوار أحيانا تكون غزيرة في المناطق الشمالية قد تؤدي إلى حدوث بعض السيول في الأماكن المنخفضة وطبعا انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة يعني اليوم مصلة 20 كانت أقل من المعدل بقليل لأن معدل العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 21 درجة مئوية اليوم مصلة 20 زي ما تفضلتي لكن غدا نتوقع أنها تكون العظمى بحدود 16-17 درجة مئوية إذن الأجواء يوم غد الثلاثاء وكذلك الأربعاء كونها أنها بتتأثر بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة نسبيا بتكون الأجواء أيام الثلاثاء والأربعاء باردة نسبيا غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا تسقط زخات من المطر قد يصحبها الرعد أحيانا خاصة في بعض الأماكن وخاصة بالذات الأماكن الشمالية وبتكون شدة الأمطار أكثر في المناطق الشمالية كلما اتجهنا إلى الجنوب بتكون شدة الأمطار أخف لكن بشكل عام تتأثر المملكة بهذا المنخفض وهذه الكتلة وبالتالي هناك انخفاض واضح إذن أجواء باردة بشكل عام يوم الأربعاء أيضا استمرار للأجواء الباردة والغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا وتسقط الأمطار على فترات والعظمة بتكون بحدود 17 والصغرى بحدود 11 درجة مئوية الوضعية هي بتستمر حتى صباح يوم الخميس بعد ظهر يوم الخميس إن شاء الله تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيا واعتبارا يوم الخميس تصبح الرياح شرقية جافة وبتستمر أيام الجمعة والسبت والأحد يعني بعد هذا المنخفض الجوي أخت نجود رايحين تتعرض المملكة لرياح شرقية تقريبا جافة بتأدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة قليلا لكن شعور رايح يكون درجة حرارة الشعور أقل من درجة الحرارة الحقيقية اللي رايحين نشعر فيها كون الرياح شرقية ورايحين نشعر بالبرود أكثر وقت المساء وفي الليل وفي ساعات الصباح الباكرة أستاذ جمال بدنا أهم التحذيرات الجوية خلال ساعات فجر الغد ويوم الأربع بدنا أهم التنبيهات والتحذيرات الجوية للمواطنين تكرمي أول شيء مع تقدم المنخفض تنشط الرياح الجنوبية الغربية بتكون مثيرة الغبار والأتربي خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية ومناطق البادي قد تؤدي في هذه المناطق إلى إثارة الغبار والأتربي تدني مدى الرؤية الأفقية قليلا لكن في المناطق الجبلية والشمالية والبادي والسهول أيضا هناك فرصة لتشكل الضباب كون الرطوبة سترتفع وبالتالي أيضا معه طول بعض الأمطار خاصة في المناطق الشمالية ومنطقة الجبال الشمالية تؤدي إلى تشكل الضباب وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر أيضا هناك نقطة مهمة وهي الانخفاض والتغير في درجات الحرارة يعني مبارح كانت بحدود 24-25 اليوم 20 غدا 16-17 إذن هناك التوجه والاتجاه نحو الانخفاض في درجات الحرارة ونحو الشعور ببرود أكثر إذن نحتاج لملابس ذات دفئ أعلى إن شاء الله وخاصة في فترة الصباح الباكر وقت ذهاب الموظفين والطلاب إلى المدارس له وقت تقريبا أقل درجة حرارة على مدى الـ 24 ساعة فما بالك لما نتأثر بكتلة هوائية باردة نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر وأيضا هناك احتمال من موقع طقس العرب شكرا جزيلا إليك نهاية نشرة الطقس لليوم